السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى تمرين أول يقول هذا التمرين write a program which asks the user to enter three numbers and print the maximum يعني يجب كتابة برنامج program هذا البرنامج هيطلب ثلاثة قيم يمكن أن نسميها A, B و C ونتيجة هذا البرنامج هو تباعة المكس المكسيمم أكبر قيمة للA والB والC إذن هناك عديد من الطرق لحل التمرين أقترح عليكم هذه الطريقة لكن بإمكانكم أن تحاولوا أن تكتبوا الكود حسب طريقتكم في التفكير المهم أن يكون النتيجة صحيحة إذن هنا سأعرف ثلاثة متغيرات int A, B و C الثلاثة قيمة لحيق إدخالها C out سأطلب من المستخدم إدخال ثلاثة قيم enter three numbers ثم هسوي C in A إدخال القيمة الأولى C in B و C in C القيمة الأخيرة سأعرف متغير max أقول أن max يساوي A ثم أقول if سأقارن الماكس بالB أو C فقط لن أقارن مرة أخرى الماكس بالA لو الماكس اللي هو في البداية يساوي A لهو أصغر من الB يعني الB أكبر ماذا نفعل؟ نقول أن max يساوي B ثم سنقارن الآن الماكس نسمع C if max أصغر من ال C نقول أن الماكس يساوي C C out the maximum is max ننفذ هذا البرنامج ننفذ هذا البرنامج إذن سأقوم بإدخال ثلاث قيم 10 50 20 إذن الماكس المفروض يكون 50 max is 50 أعيد تنفيذ البرنامج أدخل القيمة سالب 10 القيمة سالب 50 والقيمة سالب 20 إذن أكبر قيمة ستكون سالب 10 سالب 10 شكرا